السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين ثمانية نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الحمل رح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة 11 و23 دقيقة من ظهر يوم الغد الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لبرج الثور القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر قص الشعر وأيضا من القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و53 دقيقة من صباح يوم اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته خلال هذا اليوم نشعر بأنه إحنا أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشاريع جديدة ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لبعض المشاكل والحجج الغير ضرورية خلال هذا اليوم ممكن نفقد دبلوماسيتنا وتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير لما يكون القمر موجود في برج الحمل دائما يقول أنه يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لازم الأمر أو تعديل تسريحة أو قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة وهي مهمة جدا هاي الزاوية زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني بداية ولادة الهلال أو القمر الجديد رح ينولد الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا طبعا هاي الزاوية لها معنيين هاي المرة يعني أول إشي أنه دائما هاي زاوية إيجابية جيدة للبدايات الجديدة ولكن هاي المرة تحديدا لا تصلح للبدايات الجديدة ممكن نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا أو نتلقى مساندة أو دعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل رغم أنه اليوم رح يكون الفكر كله مشتت وممكن نفقد السيطرة على مشاعرنا حتى ما عنا نوع من أنواع التوازن ولا الثقة بالنفس ولا نجاح بالعلاقات العاطفية شو الأسباب؟ أنه اليوم عنا كسوف شمس كلي بسبب هاي الزاوية طبعا كسوف الشمس الكلي هاد أصبحت الحلقة موجودة على القناة فيها شرح كامل للكسوف وآثاره على جميع الأبراج ولكنها هي فترة صعبة نشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا بنفقد السيطرة على عواطفنا يعني بيصير فيه نوع من أنواع الخلل بالتركيز فعشان هيك بيصيبنا نوع من أنواع البلبلة أو الاضطراب حتى المناخ بيختلف تماما فلولا حدته من يوم أمس صار فيه عدم استقرار بالجو صار الجو مش مفهوم هو صيف هو غبرة هو مطر هو إيش بالضبط على حسب البلد اللي أنت موجود فيها طبعا هذا كله بسبب الكسوف الكسوف دائما والخسوف بيعملوا عدم استقرار بالمناخ دائما في فترة الكسوف يفضل الامتنع عن اتخاذ قرار هام والابتعاد عن أي التزام أو والامتنع عن شراء حاجيات ثمينة كما أنه منصبح أكثر عرضة للتعب الصحي لأنه طاقتنا ما بتكون بأقل حالتها بالفترة هاي برضو أنا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت الطرارية وبرضو بتكون تحذروا من الأدوات الحادة والسياقة أو الحركة تحت تأثير الكحوليات لأنه أساسا فيش تركيز فتأخذوا كمان أشياء بتخل التركيز فهاي مصيبة ففترة الكسوف هي فترة غير مناسبة للمنافسات والتحديات والرهانات حتى الأمور اللي علاقة بالرياضة أو غيرها ما رح يكون مدة سنة زي ما البعض بيحكي أو ست شهور لا هي مدة أيام طبعا اللي بدو تفاصيل أكثر موجودة الحلقة صارت على القناة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لا إلها وحتى أعضاء الجسم الأخرى ما بنصح إلا إذا كانت الطرارية ولكن هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة القضيب والمرارة والشرين والدم بالنسبة لباقي أعضاء الجسم إذا كانت اضطرارية جدا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن أنا بنصح بعملية التأجيل غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة لا يصلح لزالة الشعر الزائد يعني حتى قص الشعر إذا كان اضطراري إذا في مجال التأجيل إلى الأمور التجميل والحنة عادي لأنه الحنة هي نفس الخلطة يا بقهوة يا بشاي مش عارف إيه يا بكركدي المهمة بتطلح هي نفس الخلطة فهي وحدة صبغة ما بنصح فيها والقص العلاجي برضو ما بنصح فيه بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم يوم غد الثلاثة ببدأ الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة داعش وثلاثة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم ساعة ثنتين وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الحمل حتى يوم تسعة أربعة سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة صباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة 60% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% الظهرة في الحمل حتى يوم 29 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30 أربعة منتحس بنسبة 25% الآن ساعات العصر منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 15% رانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط خلال هذا اليوم وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا وبتدفع بمصالحكم تعتبر فترة إيجابية حاول أنك تستغلوها الأجواء اليوم رح تسلط عليك الأضواء رح يكون فيه نوع من أنواع الدعم الخارجي ولكن الكسوف اللي موجود عندك شوي ممكن يعمل عندك خلل بالتوازن أو بالعصبية فيه نوع من أنواع الاهتمامات المالية أو القروض أو الديون ولكن بطلب منك التركيز برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا صبورين لأن الكسوف برضو رح يأثر عليكم بشكل سلبي اليوم فعشان هيك يعني حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة وما تعصب حاول أنك برضو تحذر من بعض الأشخاص المحطين فيك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء ممكن تشاركوا في مناسبة أو حفلة أو تفرحوا بدعم من جهة ما وممكن تقدم حلول معتدلة لبعض الأمور فأنا بنصح بتقديم الحلول عشان يكون فيه نوع من أنواع التحالف ولكن حاول قدر الإمكانك ما تفرض سلطتك على محيطك وعلى أصدقائك لأن الأجواء ضاغطة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة نظم وقتك بشكل جيد احترم الموعيد هاي فترة بتطلب الدقة والمتابعة عشان هيك حضر بشكل جيد وما ترتجل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من المفروض أنه نشاط على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ولكن الكسوف ممكن يسبب لك بعض المشاكل في هذا المكان هذا اليوم لا تعتمد على الحدس أو على الحفظ أو على الحض إذا كان عندك امتحان أو مقابلة هاي فترة جيدة لنقاش الحوار ولكن بدون عصبية فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال جديد يعني استغل هاي النقطة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتظل الأمور المهلية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى وصلها بشراكة أو تعويض ممكن تسعد من تسوية مع أحد الجهات أهم مش إنك ما تفرض رأيك وما تكون عنيد وما تهمل أوراق الثبوتية وعدم حملها أيضا بدك تحذر من النصابين والمحتالين خلال هذا اليوم لأنك عرضة لا الاستغلال بمعنى الكلمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن مش مناسب للمشاكل ولا للعصبية ولا للحدية ولا فرض الرأي على شركاء المال أو شركاء العاطفة أو الأزواج فعشان هيك بدك تتجنب توجيه الانتقاد وتوجيه الملاحظات وحاذر من المواجهات الكلامية حاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن اليوم أن تجدوا بعض التعاون من الزملاء ولكن ممكن تهملوا أعمالكم أو تقدموا أعمالكم ناقصة أو تضطروا للعمل وقت إضافي نظموا جدوى الغذاءكم أيضا خذوا قصد من الراحة من حين لآخر لأنه أنت عرض للتعب الجسدي طاقتكم ضعيفة هذه فترة يعني مهمة جدا بالرغم من التوتر الساد حاذر النزاعات والتدمر والتمرد وما تغامر بموقعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب أن أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتكون الحضوذ قوية وهذه فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو العاطفية ولطف الأجواء ولكن أيضا بدك تحذر الكسوف رح يسبب نوع من أنواع التوتر مع الأحبة أو العصبية أو فرض الرأي فممكن ينشب خلاف مع الأحبة بشكل مفاجئ أو مع أحد الأبناء فبدك تكون حذر من فرض الرأي والتسلط برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة ممكن تقدم على خطوة جريئة أو ممكن تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار الأهم أنه تضبطوا حصابكم ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأخطاء أو المفاجآت الغير سارة لها علاقة بالمنزل ضبط العصاب والحكمة في حلها هو المطلوب أكثر ما في داعي للعصبية وما في داعي للمشاكل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية لمشاريع جديدة أو تروجوا لمشروع أو هذا اليوم مناسب أيضا لأمور الامتحانات ولكن ما تعتمدوا على الحظ تكونوا تدرسوا وتستعدوا وتركزوا أثناء تأدية الامتحان إذا عندكم سفريات بتكون تنتبهوا أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتكم لأنه اليوم الحظ ما بيدعمكم في هذا المجال حتى بالكلام والحوار حاول أنك تكون واضح عشان ما تنفهم غلط برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية ولكن انتبه من النصابين والمحتالين وضف طاقتك بكاملها ذهنيا فكريا لو وضع حد للتساولات وناقش بوضوح واتجنب الالتباسات حاول أنك ما تغامر ماليا نهائيا اليوم لأنه نسبة الخسارة والفشل علي جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر